بالمناسبة إبراهيم عادل إبراهيم عادل النهاردة جابجوا الحلوة أوش لسه يدوبك شاركة في المباراة هبا شاف الحارس متقدم حط من فوق الحارس من قبل نص الملعب مهارة زكاء إمكانيات عالية إمكانيات استثنائية إمكانيات عالمية إمكانيات لعب يلعب في فريق أوروبي وما يزعلش مني حد ما يزعلش مني حد بص هقولك بصراحة بالتأكيد إدارة أي نادي في الكون من حقها يعني توافق أو ترفض أي عروض والله يا ده ينطبق على البرامينز ينطبق على الأهلي على الزمالك على المدريد على مانشستر سيتي على إنتر مينا براحتك مفهوم مفهوم أنا فاهمها يعني عشانا أنا هقولي الكلمات اللي جديد دول فحد من البرامينز هيقول لي ملكش دعوة ده أنا حور معاك والله مش مختلف بس يا جماعة والله كمصريين كمصريين بقى إحنا المصريين يعني مش حرام واحد زي إبراهيم عادل ده ما يبقاش موجود في نادي في أوروبا لحد الوقت يعني إيه بداخل عربا وعشرين سنة لحد دلوقت يعني هو إبراهيم عادل ده بالمستوى ده من هو عنده عشرين سنة وأقل كمان عارفين إبراهيم عادل ده لا في أوروبا مرتاح مش حرام مش ده وقت ضايع ليه نهدر وقت معلش ما إحنا بنخسر فلوس يا جماعة ما كل الأندقة بتخسر الدولارات وملايين الدولارات يجي الرعب يجيله مثلا عرض ب2-3 مليون يقول لك لا أنا عايز 4-5-6 فاللعب ما يسافرش في أوروبا يقول لك ما أنا عايز أستثمر فيه طب يا سيدي ما تبتعد تجيب في أجانبه بتخسر ويا ما خسرت ويا ما كل الأندقة اللي في مصر خسرت بنيجي بقى لما نقول نصدر لعيبة لأوروبا نقول لأ برايم عادل ده من كم يوم كان عنده عرض من ختافي وترفض ختافي الأسباني يبقى بيلعب في الليجة مش حرام والله متفاهم فكرة إن كل النادي بيفكر بطريقته وفاهم كل حاجة بس يروح بيسعب عليه بعدين أنا قبل ما خش على هواك وتكتب القصة ديت على إكس بقول يعني مش حرام برايم عادل ما يحترفش فيه ناس دخلة تقول لك إيه وانت بقيتش كده ليه عساعة إمام عشور ومقيتش كده ليه ساعة مش عارف إيه يا عم كل واحد ودماغه أنا مش دعوة ما احنا فرحنا لإمام عشور وفرحنا إنه هو طالع في أوروبا ما نفعش في أوروبا فرجع مصر راح النادي لأهلي بغض النظر بقى زمالك وأهلي بس هو عشان ما قدرش يعيش في أوروبا بس يبدو إن إبراهيم عادل عنده العقلية لتخليه يكمل في أوروبا فندعمه نساند والله طلب مش احترافي يعني أنا بطلبه ده أنا مش بقول لبرامد لازم تسفروا إبراهيم عادل وانتوا كده بتهدروا ومش بتعملوا لأ أنا هو مش احترافي بتكلم بمنطق وطني جدا والله سيبوه حتى لو خسرت شوية يا عم يعمل بعد كده النسبة في إعادة البيع واكسب منه طول حياته زي ما قولين عمل مع صلاح مثلا يعني فيه 80 تفصيلة يعني ممكن تعملوها وعندهم إدارة محترمة وعندهم يقدروا يعملوا تعقوداته وتفاصيل من دي زعلان بس بصراحة اللعيب إمكانياته عظيمة ده يلعب في عندها أوروباية كبيرة جدا يعني مش عشان الجول بتاع النهاردة احنا كلنا عارفين إبراهيم عادل وعارفين أداءه وعارفين إمكانياته دي حكا يا